رحمه الله في قصص الأنبياء في قصة صالح عليه السلام قال ولهذا قالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير وهذا تلطف منه لهم في العبارة ولين الجانب وحسني تأذ قال وحسن تأتن في الدعوة لهم إلى الخير أي فما ظنكم إن كان الأمر كما أقول لكم وأدعوكم إليه ماذا عذركم عند الله وماذا يخلصكم بين يدي وأنتم تطلبون مني أن أترك دعاءكم إلى طاعة وأنا وأنا لا يمكنني هذا لأنه واجب علي ولو تركتهم لما قدر أحد منكم ولا من غيركم أن يجيرني منه ولا ينصرني لا تدري ما تقول في دعائك إيانا إلى إفراد العبادة لله وحده وخلع ما سواه من الأنداد وهذا القول عليه الجمهور أن المراد بالمسحرين المسحرون وقيل من المسحرين أي ميما له سحر وهي الرئة كأنهم يقولون إنما أنت بشر له سحر والأول أظهر إذن لما جاءهم صالح عليه السلام ودعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له أجابه قوم إنما أنت من المسحرين أي مسحور هنا من المسحرين يظهر أنه سحر بعد سحر وتكاثرت عليه يعني ماذا السحر إنما أنت من المسحرين هؤلاء لا يعقلون لماذا لأنه إن كان مسحورا من قبلكم فالأمر بأيديكم فأنقذوا السحر ويعود إلى جادة الصواب كما زعمتم وإن كان السحر من غيركم من أتباع فهذا لا يمكن إذ الأتباع معه قلبا وقالبا يعينون فضلا من أن يسحروا فهؤلاء في تناقض فهؤلاء في تناقض إنما أنت من المسحرين أي من له سحر السحر الرئة معنى ذلك أنت بشر مثلنا نريد رسولا من الملائكة تنزل علينا الملائكة وهذا لا يكون ابن كثير رحمه الله يرجح إنما أنت من المسحرين أي المسحورين في قول الله في أواخر سورة الثاريات كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنو مختلفون ساحر هو يسحر مسحور سحر من غيره قال الله أتواصوا به أي وصى الأول الآخر وقال له إذا أتى رسول هو ساحر أتواصوا به بل هم قوم طاغون قال ابن كثير والأول أظهر من المسحرين المسحور لقولهم بعد هذا ما أنت إلا بشر مثلنا وقولهم فأتي بآية إن كنت من الصادقين ما من رسول إلا وأعطاه الله جل وعلا الآيات المعجزات التي تدل على صدقه أتى إليهم صالح وأمرهم بعبادة الله اتهموه بما اتهموه به ثم يظهر مع طول الزمن وكثرة الدعوة والمجادلة بينه وبينهم طلبوا منه آية نريد آية نريد معجزة قالوا ما أنت إلا بشر مثلنا لماذا فضلك الله من بيننا واختارك علينا إذا كان هذا فأمن الله وعلك لماذا لم يمن ربنا علينا كما من عليك ما أنت إلا بشر لست من الملائكة فأتي بآية إن كنت من الصادقين الآية العلامة التي تدل على صدقه سألوه أن يأتيهم بخارق يدل على صدق ما جاءهم به سألوا الآية إن كان نبيا فسيأتي بآية وهناك فوارق بين الخرافات والخوارق خوارق العادات إما أن تكون رحمانية وإما أن تكون شيطانية رحمانية تكون للأنبياء والصالحين أما الشيطانية للسحرة والمشاوذين طلبوه آية نريد آية وحددوا الآية التي أرادوها ولم يأتي بها مباشرة لكن حددوها قالوا نريد منك أن تدعو الله أن يخرج لنا من هذه الصخرة ناقة ناقة معها ولدها نشرب كلنا من لبنها دعا الله صالح عليه السلام قال الله قال هذه الناقة هذه الناقة هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم إذن جاءت الآية وكانت لهم بئر البئر يشربون يوما من هذه البئر اليوم الثاني لا يشربون يدعون الماء للناقة الناقة تأتي وتشرب جميع الماء ثم تمر عليهم إلى دورهم وبيوتهم يحلبون ويشربون إذن في نعمة كانوا في نعمة يشربون يوما ماء ويدخرون ويوما لبنى وتكفي للقوم أجمع أي من آيات الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم انظر مثلا إلى قول الله في السورة التي نحفظها جميعا كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها الذي قام وعقرها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها انتبهوا انتعترضوا على هذه الناقة وعلى ما هذه الناقة انتم اقترحتم هذه الآية فانتبهوا من الاعتراض قال الله جل وعلا فكذبوه أي كذبوا صالحا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف وقباها الناس إذا جاء شيء خارق للعادة أرادوا أن يبحثوا تخيل ناقة وتسقي القوم العاكر هذا كأنه يقول انظر من أن يأتي هذا اللبن هناك آيات من آيات الله جل وعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم له معجزات يدخل يده في الإناء ويخرج الماء من بين أصابعه صلوات ربي وسلامه عليه وقال تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وقد ذكر المفسرون أن ثمود اجتمعوا يوما في ناديهم فجاءهم رسول الله صالح عليه السلام فدعاهم إلى الله تعالى وذكرهم وحذرهم ووعظهم وأمرهم فقالوا له إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة وأشاروا إلى صخرة هناك ناقة من صفتها كيت وكيت طولها كذا لونها كذا وذكروا أوصافا سموها ونعتوها وتعنتوا فيها وأن تكون عشرا طويلة العشرا أي في شهرها العاشر يعني حامل في شهرها العاشر من صفتها كذا وكذا فقال لهم النبي صالح عليه السلام أرأيتم يعني أخبروني إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون بما جئتكم به وتصدقوني فيما أرسلت به قالوا نعم فأخذ عهودهم ومواثيقهم فأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك ثم قام إلى مصلى فصلى لله عز وجل ما قدر له ثم دعا ربه عز وجل أن يجيبهم إلى ما طلبوا فأمر الله عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة كوما عشرا الكوما سنامها كبير على الوجه الذي طلبوا وعلى الصفة التي نعتوا فلما عاينوها كذلك رأوا أمرا عظيما ومنظرا هائلا وقدرة باهرة ودليلا قاطعا وبرهانا ساطعا فآمن كثير منهم واستمر أكثرهم على كفرهم وضلالهم وعنادهم ولهذا قال فظلموا بها أي جحدوا بها ولم يتبعوا الحق بسببها أي أكثرهم وكان رئيس الذين آمنوا جندع ابن عمر ابن مخلاه ابن لبيد ابن جواس وكان من رؤسائهم وهم بقية الأشراف بالإسلام فصدهم قال فصدهم ذؤاب ابن عمر ابن لبيد والحباب صاحب أوثانهم ورباب ابن صمعر ابن جلهس ودعا جندع ابن عمه شهاب ابن خليفة وكان من أشرافهم فهم بالإسلام فنهاه أولئك فما لإليهم فقال في ذلك رجل من المسلمين يقال له مهرش ابن غنم ابن الدميل أو ابن غنمة ابن الدميل رحمه الله وكانت عصبة من آل عمر إلى دين النبي دعوا شهابا عزيز ثمود كلهم جميعا فهم بأن يجيب ولو أجابا لأصبح صالح فينا عزيزا وما عدلوا بصاحبهم ذؤابا ولكن الغوات ولكن الغوات من آل حجر تولوا بعد رشدهم ذؤابا ولهذا قال لهم صالح هذه ناقة الله لكم آية أضافها لله وهذه الإضافة إضافة تشريف وتعظيم ناقة الله بيت الله عبد الله كعبة الله وهكذا إضافة هذه إضافة فيها تشريف لكم آية أي دليلا على صدق ما جئتكم به فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فاتفق الحال على أن تبقى هذه الناقة بين أظهرهم ترعى حيث شاءت من أرضهم وترد الماء يوما وترد الماء يوما بعد يوم وكانت إذا وردت الماء تشرب ماء البئر يوم هذلك فكانوا يرفعون حاجتهم من الماء في يومهم لغدهم ويقال إنهم كانوا يشربون من لبنيها كفايتهم يعني سبحان الله يعني الناقة وضع رب العالمين فيها بركات ولهذا قال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم وقال تعالى إنا مرسل الناقة فتنة لهم أي اختبارا أي يؤمنون بها أم يكفرون والله أعلم بما يفعلون فارتقبهم أي انتظر ما يكون من أمرهم واستبر على أذاهم فسيأتيك الخبر على جلية ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فلما طال عليهم الحال هذا اجتمع ملأهم واتفق رأيهم على أن يعقروا هذه الناقة ليستريحوا منها ويتوفر عليهم ماءهم يعني كانوا في خير يشربون لبنا ومن أحسن وأجمل الألبان هي ألبان الإبل هي ألبان الإبل ولهذا يعقوب عليه السلام حرمها على نفسه يعني حرم أحب الطعام أو الشراب فكان الشراب هو لبنها والطعام هو لحمها قال الله كل الطعام كان حلا لبن إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين قال رحمه الله فعقروها قال وزين لهم الشيطان أعمالهم قال الله فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين وكان الذي تولى قتلها منهم رئيسهم قدار بن سالف وكان أحمر أزرق قصيرا وكان يقال إنه ولد زانيا ولد على فراش سالف وهو من رجل يقال له صيبان الله ألم إسرائيليات الله ألم وكان فعله ذلك باتفاق جميعهم فلهذا نصب الفعل إلى جميعهم كلهم العاكر واحد والعذاب نزل على الجميع قال الله فعقروه مع أن العاكر واحد ولهذا أهل العلم يقولون الراضي كالفاعل الراضي كالفاعل أما هم العذاب ونزل بهم أجمع طيب إلى هنا بارك الله فيكم